السلام عليكم اليوم بإذن الله راح نطور لغتنا الإنجليزية من خلال أربع جمل عن هذه الصورة معكم رائد المسعيد ونستعرض الكلمات اللي بدنا نركز عليها في هذا اليوم يصب أو يسكب يعني pour pour عسل honey في داخل into آخر شيء فنجان cup نبدأ بسم الله نشوف الجملة الأولى الجملة اللي بتحكي صب يعني هو صب في ضمير مستر العسل في فنجان الشاي هو صب يعني he poured هو صب العسل يعني honey وين صبوا في فنجان الشاي يعني في داخل فبنحكي into ما بنحكي into معناتها في داخل فنجان الشاي the tea cup tea cup نقطة he poured honey into the tea cup الشيء العام اللي ممكن تعملوه عشان تتدربوا بشكل انه انتو تعملوا شيء حاولوا تكتب هاي الجملة في المستقبل اكتبوا اللي في التعليقات هو سوف يصب بالعسل في فنجان الشاي طيب نشوف الجملة الثانية هي عبارة عن نفي للجملة الأولى بدنا نحكي لم يصب يعني هو لم يصب بالعسل في فنجان الشاي طبعا مش موجود عندي هون هو لكن ضمير مستر في الإنجليزي بدي أخليه ضمير منفصل فبحكي he هو لم يصب didn't طبعا ممكن نلفوها في الجملة didn't لم يصب يصب يعني pour طبعا ما راح نحط poured السبب انه في didn't لم يكون في عندي في الجملة didn't أو did بحط التصريف الأول للفعل يعني من غير إيدي طيب he didn't pour أو he didn't pour honey العسل في احنا قلنا يعني في داخل into فنجان الشاي the tea cup طيب فهي نقطة لاحظوا احنا بنعكس مضاف ومضاف إليه فنجان الشاي مضاف ومضاف إليه فبنقلب ترتيبهم في الإنجليزي خلينا نشوف بالله الجملة التالية بتحكي لي هل صب العسل في فنجان الشاي كيف نحكي هل هاي ماضي هل صب صب يعني ماضي فعشان أحكي هل في الماضي بيستخدم did هاي صار معناتها هل هل صب طبعا هو صب did he pour هل هو صب العسل honey في فنجان الشاي into the tea cup into the tea cup هاي علامة استفهم did he pour honey into the tea cup حاولوا تكتبوا انت في التعليقات هذا السؤال لكن في المستقبل يعني هل هو سوف يصب العسل في فنجان الشاي خلنشوف بالله الجملة الآن الجملة الرابعة سؤال كيف صب العسل في فنجان الشاي كيف نحكي كيف صبها طبعا كيف يعني how صب هاي ماضي مدام في ماضي إذن باستخدم did باستخدم did بعد ذات السؤال how did how did صب يعني هو صب how did he ويصب pour مرة ثانية لما يكون في عندي didn't أو did في الجملة الفعل مثلا هون عندي pour باستخدم تصرف الأول ما بحط إيدي حتى لو كان ماضي how did he pour كيف صب العسل honey في اللي ماتها فيه داخل into فنجان الشاي the tea cup هاي علامة الاستفهام how did he pour honey into the tea cup الشيء العام اللي بدي يأكوا تعملوه حتى تستبيد أكثر إن شاء الله اكتبونا في التعليقات نفس هذا السؤال لكن في المستقبل يعني كيف هو سوف يصب العسل في فنجان الشاي